سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات فارس الكورا رسميا بعد انتهاء متعة الدوري الانجليزي بعد انتهاء 380 متش 570 ساعة من المتعة في الدوري الانجليزي قدرنا نستعرض لكم الافضل والاسوأ في جميع مجالات الدوري الانجليزي خلينا اقولك ان انت النهاردة هتطلع من الفيديو بتاعي النهاردة كل حاجة عايز تعرفها في الدوري الانجليزي من احصائيات النهاردة انا محضر لك كل حاجة بالورقة والقلم فانا النهاردة تعبت في الحلقة ديت وانا بحضرها فلازم الفيديو دوت ياخد حقه ياخد حقه ازاي بقى؟ باللايك حلو شبهك اضغط الشراك لو جديد وفعل زر الجرس طبعا على فيسبوك هسيب لك كل اللينكات تحت في الديسكريبشن ويلا بينا نخش في تفاصيل الفيديو طيب نبدأ من العم فارس نبدأ من افضل فريق في الدوري الانجليزي طبعا في ناس بتختلف ما بين منشستر سيتي وليفربول ولكن انا عندي الحل لو هتتكلم افضل فريق في الدوري الانجليزي بس فهو بالفعل منشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي مسجل تسعة وتسعين هدف اقوى هجوم في الدوري الانجليزي ومستقبل ستة وعشرين هدف متساوي مع ليفربول باقوى ادفاع في الدوري الانجليزي فانت لو هتتكلم افضل فريق في الدوري فهو منشستر سيتي اما افضل فريق في انجلترا عمتن الموسم دوت فهو فريق ليفربول أمر ما يختلفش عليك نين ليفاربول وصيف الدوري الإنجليزي بفرق نقطة ليفاربول بطل كاس الرابطة بطل كاس الاتحاد فأنت لو هتتكلم عن أفضل فريق في الدوري فهو منشستر سيتي أما أفضل فريق في إنجلترا كلها فهو فريق ليفاربول وزي ما فيه أفضل فريق في الدوري الإنجليزي أكيد برضو فيه أسوأ فريق في الدوري الإنجليزي وخليني أقول لك يعني أن ما فيش أسوأ من فريق نورويتش سيتي نوروشي سيتي اللي واخد المركز الاخير ومتزيل ترتيب الدوري الانجليزي نوروشي سيتي مستقبل 84 هدف وكسب 5 ماتشات بس يعني بس مش ممكن لعب 38 ماتش كسب 5 منهم بس واضعف دفاع في البطولة مستقبل 84 هدف تحيس كده ان هو ايه بيلعب جون مشترك في اي ماتش بيلعبه ونخش بقى المرحلات التانية وهي افضل فريق كان مفاجئة افضل فريق كان مفاجئة ان هو فريق بمعنى صح كده الحصان اللي سود بتاع الدوري الانجليزي الفريق ان انت ما كنتش هتوقع ان هو هيزهر بالاداء دوت وفاجئ كل الجميع الجايزة دي هتروح لمين هتروح لفريق وستهام يونايتد فريق وستهام يونايتد اللي هو كان على بعد شعره من ان هو يوصل نهائي الدوري الاوروبي ويكسب ويتأهل لدوري الابطال ولكن التوفيق ما كانش معاه فريق وستهام يونيتد اللي في اخر ماتش كان بيلعب قدام بورايتون لو كان كسب بورايتون بغض النظر عن ماتش منشستر يونيتد كان وستهام يونيتد هيخلص الموسم مركز تادس وهيتأهل للدوري الاوروبي ولكن وستهام بعد ما بيتسجل الهدف الهدف الاول بيدخل فيه تلات اهداف وبيخلص الموسم في المركز السابع عشان كتيبة دافيت مويز يكتفوا المركز السابع في الدوري الانجليزي ويتأهلوا لدوري المؤتمرات الاوروبي الفريق دوت شوفنا فيه لاعب شبه ديكلان رايس شوفنا فيه لاعب شبه بوين شوفنا فيه لاعب شبه ميكايل انتونيو لاعب شبه كورتز زوما لاعب شبه توماس سوتشيك بالإيضاف فاجلة طبعا المدرب الكبير دافيت مويز ان احنا لازم نديهم تعظيم وتحية على الاداء اللي عاملينه في الدوري حتى الان وزي ما فيه افضل فريق كان مفاجأة في الدوري الانجليزي خلينا اقولك ان فيه اسوأ فريق في الدوري الانجليزي كان مفاجأة طب يعني ايه يعني فريق كان عليه توقعات كبيرة جدا كان عليه احلام كبيرة جدا قدم موسم زي الخرب معنى اصح كده شبه اللي قدمه نادي منشستر يونايتد منشستر يونايتد اسوأ فريق كان مفاجأة فريق منشستر حقيقة اول الموسم الناس كلها كانت حط علي امال جبارة قالك منشستر يونايتد هينافس على الدوري الانجليزي منشستر يونايتد هينافس على دوري الابطال مع كريستيانو مع سانشوب 90 مليون مانشستر 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 بتخلص الموسم في المركز السادس بأعجوبة يعني لو استهام كانت فازت على برايتون كان مانشستر هتنزل للمركز السابع وتتأهل لدول المؤتمرات خلينا أقول لك أن دي أول مرة من سنة 82 أن مانشستر يونيتد يكون فارق الأهداف تاعة سفر مسجلة 57 هدف ومستقبلة 57 هدف يعني الأهداف المسجلة قد الأهداف المستقبلة فالنتيجة سفر ودي أول مرة من سنة 82 سنة 82 كان الفارق سالب واحد دلوقتي الفارق سفر طيب ومن هنا بقى نوصل لإيه؟ نوصل لجائزة أفضل لاعب الدوري الإنجليزي بص أنت بقى مصري مش مصري أنت عربي إفريقي روسي أمريكاني أنت بص مشجع لكرة القدم مفيش اتنين يختلفوا أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كيفيند بروين على عينا وراسنا سن جميل جدا هاريكين كريستيان ورونالدو وغيرهم كتير أرنولد وناس ياما ولكن بالأرقام الراجل هدف الدوري الراجل ملك الأسست الراجل أكتر صناعة للفرص الراجل عامنا اللي عليه بزيادة ما سيبش بنتا بوسا بتاقوا كله وتيجي تبص على الفترة بتاقة أمم إفريقيا الراجل إيه ما قداش فيها بالشكل المطلوب مع فريق ليفربول فأنا حقيقة هدي الجايزة لمين؟ أفضل لاعب هدي الجايزة لمحمد صلاح وزي ما فيه أفضل لاعب فيه برضو أفضل لاعب شاب ودي بدون حيادية هديها لللاعب في الفودن لو أنا بتكلم بقى بالانتماء وبتكلم أن أنا بشجع ليفربول فجايزة أفضل لاعب شاب هديها لترينت ألكساندر أرنولد ولكن أنا قلت لكم بأتكلم بحيادية أفضل لاعب شاب من وجهة نظري هو اللاعب في الفودن نيجي بقى هنا للجدل كله أفضل حارس مرمى في الدولة الإنجليزية والله فيه ناس تقول لك أليسون بيكر فيه ناس تقول لك إيه ديرسون منشستر سيتي اللي اتنين واخدين الكفاص الزهبي اللي اتنين طلعين بعشرين مباراة كلين شيت ما استقبلوش أهداف ولكن أنا شايف الحارس اللي تظلم اللي فرقته ظلمته المسم دوت هو ده في الدغية دغية مع منشستر وينايتد خلينا نقول لك كل حاجة عملها الدفاع بوازها يعني ده في الدغية يعني السناء دي أكتر حارس في الدورة الإنجليزية تصديات للكور ولكن النتيجة الفرق سفر استقبل أهداف سبعة وخمسين هدف ولكن دغية بالتأكيد هو أفضل حارس في الدورة الإنجليزية على المستوى اللي عمله وقطر خيره يعني دغية كل حاجة يعملها الدفاع بيبوازها قدامه فانا الجايزة دي حقيقة هديها لده في الدغية نيجي بقى الأفضل مدرب في الدورة الإنجليزية والله بتطفق معايا تختلف معايا فده رأيي اللي يهمني في الأول وفي الآخر أفضل مدرب في الدورة الإنجليزية إيدي هاو مدرب نيو كاسل تقول لي بقى كلوب تقول لي جوارديولا الناس دي باشي على عيننا وعراسنا بس أنا بتكلم ان عايز مدرب شبه إيدي هاو جاء استلم فريق نيو كاسل من مراكز الهبوط وصاعد بيهم للمركز الحداشر يعني النهار السنة دي إيدي هاو بيكسب فريق أرسنل بيضيع عليهم حلم دور الأبطال بيكسب فريق بيرنلي وبيرسلهم لمراكز الهبوط لتشامبيونشيب لأ فإيدي هاو بالمنظومة القوية بيبعد تحذير للدورة الإنجليزية إن أنا المسم الجاي بالتدعمات بالصفقات مش جاي هاصدر أنا بالتأكيد إيدي هاو معني يو كاسل أنا جاي أنافس على مراكز مؤهلة للبطالات الأوروبية نيجي با هنا الأفضل صفقة في الدورة الإنجليزية أفضل صفقة في الدورة الإنجليزية من وجهة نظري هو انتقال لويس دي ياز من نادي بورتو لنادي ليفربول في كوتينيو في لعيبة يامة جدا انتقلت في الدورة الإنجليزية ولكن أنا بتكلم عن صفقة جت انسجمت على طول دخلت في المنظومة بتاعت ليفربول كأنه بينعب معاهم من ثلاثة أربع سنين فحقيقة الجايزة دي هاديها المين هاديها أكيد بالفعل للويس دي ياز وزي ما فيه أفضل صفقة فيه بقى أسوأ وأفشل صفقة طبعا أنا عملت حلقة من امت كام يوم هسيب لك اللينك في أول تعليق وفي الديسكريبشن نرجع شوفها عن أسوأ صفقات ولكن على مستوى الدوري الإنجليزي فبتتكلم في جريليش منشستر سيتي مئة مليون في لوكاكو تشيلسي مئة وعشرين مليون وبتتكلم في سانشو منشستر وينايتد بتسعين مليون ولكن أنا مش هطول في الحلقة دي كويس جدا عشان خاطر أنا قلت لكم عملت حلقة اتكلمت فيها عن كل حاجة بالتفصيل فارجع شوف الحلقة في أول تعليق مثبت ونيجي بقى للحاجة اللي قبل الأخيرة وهي أسوأ نتيجة في الدوري الإنجليزي وحقيقة تختلف أم تطفك مفيش أسوأ من نتيجة ليفربول منشستر وينايتد لما ليفربول كسبت منشستر خمسة سفر على ملعب أولد ترافولد ملعب منشستر ومحمد صلاح سجل الهاترك التاريخي فلو تبصر الدوري الإنجليزي كده في ناس كسبة بالسبعة في ناس كسبة بالتمانية في ناس كسبة بالتسعة ولكن أنا أنا باتكلم عن أسوأ نتيجة مزلة وأكيد طبعا مفيش أسوأ إن انت تخسر على أرضك قدام جمهورك وتخسر بالخص بالخمسة ومن مين من عدوك اللدود فريق ليفربول طيب نختم منين نختم من أفضل صناقي في الدوري الإنجليزي هاريكين وسن هاريكين وسن للموسم اللي فات برضو أخدوا جايزة أفضل صناقي في الدوري الإنجليزي وحاليا الموسم دوت لما بدأوا الموسم مع النونو سانتو في أول الموسم ما كانوش من سجمين مع بعض ولكن لما أنتونيو كونتي جاه عرف إن هو يشغله من أول وجديد ويخلي سن وهاريكين أسلحة فتاكة ملوك الأسستات وملوك الأهداف في الدوري الإنجليزي فلازم بكل جدارة هاريكين وسن ياخدوا معانا جايزة أفضل صناقي في الدوري الإنجليزي ويراب تكون الحلقة عجبتكم ويراب أكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط وأي موضوع عايزين نتكلم عنه في زل إن مفيش ماتشاوط بقى ياريتك نبلي في التعليقات وكل حاجة أعمل لكم إن شاء الله من الآن دي قبل الآن دي كأننا لكوا فرس الجزاوي ونشوفكم في حلقة جديدة